موسيقى أعوذ بالله السميع علينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد ما زلنا نسكب في القلب من معاني أسماء الله تعالى وصفاته عشان الألب يطير شوقا إلى الله تبارك وتعالى عشان كل ما اسم من الأسامي دي يقر في القلب يتصل القلب بالرب ويبقى فعلا متصل الآن أسامي ربنا سبحانه وتعالى إحنا محتاجين نستشعرها في كل حاجة في حياتنا نستشعر آثار أسماءه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى لأنه لا فاعل في الكون إلا الله وخدنا خواتيم صورة الحشر ومشينا مع كل اسم وكأننا عايشين مع القرآن ومع الأسماء والصفات وكأن الترتيب ده وإن ربنا آثر في هذا الموضع ذكر هذه الأسماء لحكم فقلنا نمشي مع القرآن وترتيب القرآن وخدنا اسم اسم من هذه الأسماء فخدنا اسم الله الرحمن والرحيم والملك القدوس ودلوقتي موعدنا مع السلام الاسم ده جميل قوي الاسم ده إحنا في أمس أمس الحاجة ليه في حياتنا دلوقتي الحياة كلها صراعات وكلها مشاغبات ومليانة فتن وابتلاءات ويقولوا الإنسان المعاصر من أشد ما يصيبه الأمراض النفسية والعلل النفسية بسبب الصراعات النفسية دي فيصب الألأ والاكتئاب والأمراض والعلل وعيادات الأطباء النفسيين مليانة بسبب آثار افتقاد اسم الله السلام وتلاقيهم في الدراسات النفسية بيتكلموا على السلام الداخلي والمصلحة مع النفس وإزاي الإنسان يبقى كده ويتكلموا على إنه الإنسان بيعيش في صراعات عشان الضغوط اللي بتبقى من حواليه وإن الضغوط دي بتخليه مش عايش في سلام مش عايش في أمان ومن أعظم المنن اللي ربنا متن بها على عباد نعمة السلامة والسلامة والعافية لا يعضلها شيء إنك تبقى ذو قلب سليم وتبقى عايش سليم وتبقى بتتصرف التصرفات السليمة وتبقى أبعد ما تكون عن الخطأ والزلل والعيوب والإشكاليات دي فتعايش في سلام اسم الله السلام جيف خواتيم صورة الحشر زي ما قلنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيختار له موضع عايزين نحفظ عليه ونتلمس الاسم فيه امتى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اسم السلام اسم السلام كان بيجيبه بعض الصلاة أول ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي من صلاة يستغفر ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أنت السلام اسمك السلام يا رب لأنك سلمت من العيوب ومن النقائص أنت السلام والإنه يا رب أنت السلام ودارك دار السلام سمى الجنة دار السلام أنت السلام يا رب فاللي يتعامل معك يعيش فيه سلام واللي يتصل بيك يبقى في سلام وسمى الدين اللي هو الدين عند الله سمى الإسلام جزر الكلمة السين واللام والميم اللي منها السلام ومنها الإسلام والمسلم لا يكون مسلما حتى يسلم وجهه لله رقم واحد حتى يسلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وحتى يكون ذا قلب سليم للمسلمين فساعتها يبقى عايش في رياض اسم الله السلام عارف احنا لما بنتعجب ونقول يا سلام يا سلام كأنه الواحد بيتعجب من أنه الدنيا ماشية كده يا سلام اهو ده احنا الواحد مننا محتاج فعلا قلبه ينبط كده ويهتف كده يا سلام ولما ربنا سبحانه وتعالى جعل للإسلام تحية كانت تحيتنا السلام وكلمة السلام دي جميلة قوي انت عارفين يعني ايه السلام عليك ورحمة الله وبركاته بعض العلماء يقولوا السلام عليك يعني الله الله عليك يعني خذ بالك من ربنا خذ بالك من ان ربنا مراقب ليك ان ربنا مطلع عليك السلام عليك او يجي المعنى السلام عليك انك انا بتمنى لك السلام وانت عيش في سلام وفي امان وديننا يحثنا على ذلك دين الاسلام دين السلام فالسلام لا تعديلها شيء المعنى جميل اوي عشان كده سيدنا ابراهيم لما حيجيل الملائكة وحينكرهم في الاول خالص ومش حيعرفهم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا ايه سلاما يعني نحييك سلاما فقال سلام قوم منكرون خدوا بالكل الجملة الاولانية جملة فعلية جملة فعلية فيها زمن بيقولولوا احنا بنحييك بالسلام قال لهم بقى رد عليهم بجملة اسمية قال لهم وانا طول عمري سلام جملة اسمية بتفيد الثبات فقال لهم انا مبارح كنت في سلام وحتبقى النهاردة في سلام وبكرة انا في سلام انا السلام عندي مبدأ حياة لاني عبد السلام لاني رسول السلام السلام يخلي الانسان يتمنى انه يبقى قلبه سليم لان السلام لا يقبل الا السليم الا من اتى الله بقلب سليم فلازم يبقى قلب الواحد سليم ولازم يبقى سليم من الشرك وسليم من البدعة وسليم من الغل والحسد عشان يبقى قلبه افضل الناس عند ربنا سبحانه وتعالى ذو القلب المخموم اللي هو ايه اللي هو سلام لا اثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد سلام تخيلوا معنى جميل اوي بيقولوا العلماء برضه ادي ايه اثار السلام في جسمك عشان تتحسس المعنى ده يقولوا انه سبحان الله في تركيب الواحد مننا انه الخلايا العظمية بتوصل لمرحلة معينة وتقف لو كبرت عن كده لو زادت لو الخلية دي قعدت تشتغل 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 الانسان لا يعيشه في السلام ويبقى عنده مشاكل ولا تعتدل قامته ويبقى لو زادت كتلة العظم عن كتلة الجسم يبقى عنده مشاكل وبعدين يحصل ايه ممكن الخلية العظمية دي تبقى نايمة خالص بالعشرين وتلاتين سنة ومعدين ييجي الانسان ده فيحصل له كسر ولا عزب الله مثلا في عظمه فتقوم وتنهب الخلايا العظمية دي عشان يلتائم ها ومش بيعملوا كده يروح مجبس ومجبر طيب ايه اللي بيحصل الخلايا العظمية تبتدي تشتغل دلوقتي عشان يلتائم العظم ده عارف ليه لكي تعيش في سلام هل تتخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى الانسان في كليته عشرين ضعف عشرين ضعف من ما يحتاجه الانسان من ديه في الكليتين عشرين ضعف الاحتياجات لتعيش في سلام هل تتخيلوا انه الجهاز المناعي اللي ربنا سبحانه وتعالى ركبه فينا اللي يبقى هو ضحقت الصد امام الجراثيم والميكروبات والاعداء اللي جياله دي لتعيش في سلام كل حاجة في حواليك فيها اثار السلام عشان كده وفي انفسكم افلا تبصرون طيب كيف يتصل القلب بالسلام كيف نكون عباد الله السلام اول حاجة قلتلك سلم له امرك لتعيش في سلام عايز تعيش في سلام سلم امرك ليه عايز تعيش في سلام لا تشغل قلبك الا به عايز تعيش في سلام يبقى عليك بهذه الثلاثية القناعة والرضى والحب التلات حاجات دول يعملوا المصلحة مع نفسه يخليك عايش في سلام داخلي انك تبقى قانع عشان كده شوفوا قد ايه النبي ربط المعنيين فقال ايه طوبى لمن اسلم قبلك من اسلم وسلم اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتا لما تبقى اسلم يعني سالم يعني سليم لما خلاص حققت التلات معاني اللي قلناها في الاسلام اسلمت وجهك وسلم المسلمون منك وسلم قلبك لو حققت ده اسلم وبعدين ربنا يبعت لك اللي يكفيك فاكرين حلقة عليه صلى الله بكاف عبدة انك تستكفي بالله وترزق القناعة بذلك تعيش في سلام ايه اللي بيخلي الناس يعيش في توتر انه انه دايما عنده مشكلة ما بين طموحاته وما بين امكانياته عنده مشكلة ما بين اهدافه وما بين القدرات اللي تحت ايديه الموارد اللي معاه فيخليه يعيش في الصراع ايه اللي بيخلي الانسان ما عندهش الصحة النفسية وما عندهش الثوية الشخصية بتوع الدراسات النفسية بيقولوا كده انه ما بيعرفش يتعامل مع الازمات والازمة محتاجة ان تنزلها بمن يقضي لك حاجتك فيها بالاحد الصمد سبحانه وتعالى ايه اللي بيخلي الانسان مننا يبقى متوتر ومضغوط ومش عارف يتعامل ازاي وعنده الصراعات النفسية دي طول الوقت ان الانسان ده لا يعيش هذا السلام لو من جوه قنع لو من جوه راضي وعايزين نحفظها بقى ونقولها كتير ونخليها كأنها بالضبط كده يعني ذكر نحيا به كلمة كان بيقولها سيدنا عمر بن عبدالعزيز كان يقول اصبحت وانسيت وما ليه سرور الا في مواضع القدر جميلة قوي سلام قوي يعني يا فندم يعني لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اخترته الا ما اختار لي ربي يعني يا فندم يعني انا مش عايز حاجة اكتر من لربنا الدهالي يعني ما يبقاش عندك طموحات لا ليه طموح لكن اذا لم يكن ما اريد فانا اريد ما ما هو قدره لي مولاي اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون هو كده احبه الى الله احبه اليك تبقى عايش في سلام لما تبقى تنزل حاجاتك بيه وعندك القناعة وعندك برد الرضا ده وعندك الحب انت تحب خلق الجميل فيك تحب ان انت اثر الجميل وتحب من الخلق كل شيء لانك بتشوفه بعين عبد الجميل وامة الجميل فما بتشويش نفسك وما بتجلدش ذاتك وما بيحصل لكش المشاكل بتاعت العيال النفسية كلها فتعيش السلام قد ايه احنا محتاجين المعنى قوي ومحتاجين نتنسمه في حياتنا قوي سلام يا على راحة البال يا على السلام عارفوا المفتاح فين قالوا ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد لما قال انه كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم قالوا في سورة الشرح ان المعنى للانسان العيش السلام ده قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك عايز تعيش الاحساس ده هو ده اذا كنت فعلا تريد المصلحة مع نفسك اذا كنت فعلا تريد الامان في حياتك اذا كنت فعلا هتعيش من هنا ورايح وانت بعد ما تصلي على طول تعيش اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وحتدعي فاكرين مرة قلنا احنا هنقولك على دعاء سيدنا شداد بن اوس لما قال ايه اللهم اني اسألك الثابات في الامر والعزيمة على الرجد لما جبناها في حلقة اسم الله الرحمن الرحيم واسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك اسأل بقى وقول المراضي واسألك قلبا سليما يا سلام يا رب سلمني قلبي حشان آتيك بالقلب السليم لانه عنوان دخول الجنة الا من اتى الله بقلب سليم اذ جاء ربه سيدنا ابراهيم بقلب سليم فتعيش هذا المعنى وتبقى في سلام فيؤمنك الله ويسلم الله لك حالك وتعيش في سلامة والسلام لا يعضلها شيء اللهم يا اكرم من سئل ويا اجود من اعطى اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فسلم لنا امرنا وسلم لنا قلوبنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم صلنا ولا تقطعنا اللهم وعافنا واعفو عنا انك بالاجابة جدير نعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى 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 موسيقى